يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة يدعي ناشروها أنها تظهر أسرابا من الجراد تغطي رجلا في السعودية خلال الأيام الماضية ويظهر في الصورة رجلا يتغطي ملابسه حشرات صفراء اللون وتنتشر من حوله على مساحة واسعة وجاء في التعليق المرافق الجراد يغزو السعودية وحظيت الصورة بمئات المشاركات من صفحات عدة في كل المواقع بعد أن نشرت مواقع إخبارية السعودية صورة لجراد في ملعب الشرائع في مكة المكرمة خلال المبارأة الأخيرة التي جمعت ناديي النصر والوحدة إلا أن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها في السعودية أوضح أن الجراد الذي ظهر في الملعب لا يضر بالمحاصيل الزراعية أما الصورة المتداولة بلا علاقة لها بذلك فقد أرشد البحث إليها أنها منشورة في صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2019 وقد التقطها المصور أحمد آل مالح لصالح موقع الراي السعودي في يوليو من العام 2019 وأعاد نشرها في حسابه على موقع تويتر وفي إطار آخر وحسب الوكالة الفرنسية فأنه يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة أيضا يدعي ناشرها أنها تصور غزوا للجراد في السعودية إلا أن هذه الصورة لا علاقة لها بالسعودية وهي مرتقطة في اليمن عام 2019 ويبدو في الصورة رجل يقف على سطح مبنى وقد غطى الجراد السماء من حوله وعلق ناشره الصورة بالقول الجراد يغزو السعودية والصورة المنشورة المتداولة فهي قديمة ولا علاقة تالها بالسعودية فقد وزعتها فرانس بريس في 28 يوليو من العام 2019 وهي مرتقطة في اليمن وتظهر رجلا يحاول الإمساك بجراد من على سطح أحد الأبنية الواقعة في مدينة صنع ترجمة نانسي قنقر